والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز طول عمري بتساءل ايه سر رفع ربنا لذكر القراء الخمسة المشاهير في مصر اللي من أجيال متقربة جدا الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ محمود علي البنة الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباصط محمد عبد الصمد صاحب كنوز قصة النهاردة لا شك ان في قراء غيرهم كتير الشيخ محمد رفعت وغيره من الأصوات الخالدة اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع ذكرهم بس يمكن انا عشان علاقتي بالخمسة دول كسماع مختلفة شوية فبسأل نفسي في قراء كتير مخلصين وأصوات عذبة جات بعدهم في أجيال ايه سر بقاء هؤلاء الخمسة طول ما انت ماشي في الشرع سامع صوت المحلات وسامع صوت العربيات وإذاعة القرآن الكريم فيها أصوات لناس انتقلوا من عشرات السنين ولسه قلوبنا تصل إلى الله عن طريق أصواتهم الذكية الخالدة قصة النهاردة قصة الشيخ عبد الباصط محمد عبد الصمد عايز أحكي لك آخر القصة عشان تعرف هو مين وبعدين أقول لك الكنز اللي كان في بداية حياته تولد سنة 1927 في إنا في صعيد مصر الشيخ عبد الباصط محمد عبد الصمد اللي بيسموه القارئ الأسطورة الصوت المعجزة الصوت السماء الصوت مكة بعد ما راح قرأ في الحرم المكي والحرم المدني عند سيدنا النبي عليه السلام مقرأة في القدس كان مرة معزوم في حفلة في أندونيسيا علشان الناس تسمع القرآن في حفلة من حفلات القرآن فجأوا إن الساحات اتملت بـ 250 ألف واحد بيسمعوا الشيخ عبد الباصط لما راحوا اتعزم في الهند بيقولكم تبعد قاعد بقرة فجأت في وسط القراءة إن الناس كلها بصة في موضع السجود محنش بصص لي والكل بيبكي لدرجة إن بكيت معاهم على تأثرهم بكلام ربنا إلا أجراء على حنجرتي الشيخ عبد الباصط محمد عبد الصمد هو اللي قرأ في عزاء الرئيس السادات والرئيس قبله وجمال عبد الناصر وعزاء الملك محمد الخامس ملك المغرب بدايته كانت في السيدة زينب ثم بعد ذلك انتهى في إمامة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه شيء كبير جدا جدا عندنا وأنا عايز أقول للشباب اللي بيحبوا يسمعوا قرآن للقراء في العصر الحديث طبعا صالحين كلهم بس سديوا ادنك جرب كده تسمع قراء القدامى هتحس بطعم مختلف للقرآن من هؤلاء الخالدين عايز أرجع وراء لبدايته شيخ عبد الباصط بدأ يحضر في الكتاب من سن ست سنين تقريبا وقبل ما يوصل 12 سنة كان حفظ القرآن شيخ عبد الباصط كان فيه شيخ معين عايز يقرأ عليه اسمه الشيخ محمد سليم وكان الشيخ محمد سليم في طنطة في الزمن ده 1927 وما بعدها كم سنة الصفر من إنا لطنطة مسافة ضخمة جدا فإذا بيأخذ القرار عشان ده مستقبلي وده كتاب ربنا سبحانه وتعالى عايز أتعلم ويجهز نفسه ولبسه ويسلم عن ناسه بكرة الصبح هذا الشاب الصغير رايح إذا بيه يعرف إن الشيخ محمد سليم انتدب علشان يدرس في محافظة إنا في المعهد الديني يدرس علوم القرآن وإذا بيه الحمد لله كما قالوا إذا صدق المريد وجد الشيخة على الباب تبقى صادق ربنا يجيب لك مصلحتك لغاية عدم الكنز بقى الكنز إن كان الشيخ عبد الباصد محمد عبد الصمت في صغره كان فيه راديو واحد بس في القرية بتاعته وكان بيحب يسمع صوت الشيخ محمد رفعته وأكبر منه سنا وفي جيل قبلي يعني وعايز تعلم القراءة من صوته النادي فكان بيمشي خمسة كيلو كل أسبوع عشان يروح يسمع الحفلة اللي بتتذاع في إذاعة القرآن الكريم مر عايزك تتصور هو ده الموضوع بتاعنا بقى عايزك تتصور طفل صغير أو شاب صغير كل يوم يطلع وغالبا الحفلات دي كان بتبقى بالليل كان يقعد يمشي خمسة كيلو عشان يسمع وهو حافظ القرآن وبعدين يرجع الخمسة كيلو ويدندن القرآن اللي كان بيسمعه من شوية من الشيخ حمد رفعت فحفلته الأسبوعي خمسة كيلو ماشي ربنا بيقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ربنا بيقول إن لا نضيع أجر من أحسن عمل ده دستور رباني وسنة ربانية مش ممكن بني آدم يتعب التعب ده إلا وربنا يجبر بخطره في الدنيا قبل الآخرة أنا عايزة تتخيل كيف ينظر رب العالمين سبحانه وتعالى الرحيم لطفل رايح ماشي خمسة كيلو يسمع قرآن يسمع كلام ربنا عشان أتعلم النغمة الجميلة وأتعلم الأحكام اللي على المسطرة وأتعلم إزاي أبقى جاهز لمشهد ده لو في يوم من الأيام وده اللي حصل ده اللي حصل الشيخ عبد الباصد بيقول إن أنا شهرتي صدفة بس هي مش صدفة وراح مرة مع أهله وناسه في مولد السيدة زينب ووقتها كان الدنيا كلها بتتجمع في السيدة زينب والمولد بيقعد ثلاثة أيام والناس جاية من كل القرى والبلاد فالشيخ شيخ المسجد شيخ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها قال له يا عبد البسط أنا عارفك من البلد عندنا أنت مشهور قم يا ابني قرانوا عشر دقايق ساعة ونص بيقرأ والناس بتقول له كمان ما تبطلش ساعة ونص والقراءة دي اتسجلت وراحت لإذاعة القرآن الكريم وتقابلت على طول ومن هنا بدأت الشهرة استنى مش من هنا بدأت الشهرة من المشوار بتاع خمسة كيلو مش ممكن واحد في الدنيا يبذل المجهود ده إلا وربنا يتجلى عليه بالعطاء والشكرانية لأن ربنا شكور سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة النبي انتقل للرفيق الأعلى وهو لسه في سن المراهقة 13 سنة تقريبا على قول بعض أقوال السير فقال له واحد صاحبه ما تيجي نتعلم بقى على قيد سيدنا عمر وعلى قيد سيدنا أبي بن كعب القارئ الأول للقرآن أيام النبي عيسو السلام فقال له أتظن أن الناس يحتاجون إليك والصحابة وأحياء قال فتركته وروحت بيت سيدنا عمر لقيته نايم قبل الفجر ففضلت قاعد كده غاتما غلبتني عيني فجعلت الريح تسفي التراب في وجهي فصحي سيدنا عمر على الفجر لا ابن عم النبي قاعد مستنيه عشان يلحقه يقعد يسأله شوية أسئلة كده هو راح للمزج بساطة الفجر قال يا ابن عم رسول الله نحن أولى بالمجيء إليك قل لي تحت أمرك ونجيلك ده أنت ابن عم النبي عليه السلام اتعلم على قدي واتعلم على أبي بن كعب وعدت الأيام والشهر والسنين قال وجلست على منبري رسول الله والناس قد أتوني من كل البلاد يسمعون مني فاجي صاحبه ده شافه كده فقال هذا الغلام كان أعقل مني هو ركز وتعب وتحمل وضحى وتعلم ومشي وصبر وربنا أكرمه فكان أعقل مني أهو الشيخ عبد الباصد محمد عبد الصمد كان كده خمسة كيلو دول جنى ثمرتهم يمكن يكون أشهر قارئ على الإطلاق منه اتنظر الشخصية يعني في العالم الإسلامي سلفا وخلفا وصوته تحس أنك بتسمع طاير فوق السحاب وكان واحد اهتدكت ناس أجانب تعدي من جنب الحفلات بتاعته اللي كان بيقرأ فيها في بلاد ممكن تبقى غير مسلمة يقولوا ييه الصوت الحلو ده فيقولون هذا قرآن أنزل على محمد فيسلموا القصص كتيرة ودوروا عليها على السوشيل ميدي عايز أقولك بس اللي انت بتعمله دلوقتي ومجهودك لو حد ما يعرفوش وده كنز النهار ده من قصة الشيخ عبد الباصد اتعب زي منتك وتعبك ده هو دليل على عطاء ربنا اللاحق اللي ان شاء الله بإذن الله هتجنيه وتجني الثمرة ومن زرع حصد دي سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون ترجمة نانسي قنقر